ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء هذا اليوم بقصر الإقضائية وفي بداية الجلسة وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة ما جاء من توصيات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثاني عشر كما وجه سموه اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء لرصد الردود الخاصة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ولفت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبنت العديد من الإجراءات لتحقيق أقصى درجات الرقابة على أوجه صرف المال العام وأكد سموه بأنه لا تهون مع العبث بالمال العام وأن الأدوات القانونية والدستورية المعمولة بها في الحكومة كفيلة بالتصدي لأية ممارسات تخرج باستخدام المال العام عن النطاق القانوني كذلك توجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالشكر لوزارة الداخلية ومنتسبيها لجهودهم في حفظ الأمن والأمان في مملكة البحرين منوها بيقظة رجال الأمن لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وذلك إثر إعلان وزارة الداخلية القبض على 47 من عناصر تنظيم إرهابي وأحباط مخططاتهم لتنفيذ أعمال إرهابية إضافة إلى ضبط كمية من المواد الشديدة الانفجار وأسلحة نارية في مخابئة سرية بعدد من القرى تركزت وسط مناطق مأهولة بالسكان هذا وقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة كما تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مستجدات موضوع مرض الكوليرا وأكد سموه على ضرورة تنفيذ وزارة الصحة لإجراءاتها الوقائية للأمراض المعدية وذلك وفق الإجراءات المعتمدة وقد شدد سموه على ضرورة التأكد من وجود التطعيمات بشتى أنواعها في المراكز الصحية كما وجه سموه لزيارة تكثيف التوعية بطرق وسبل تجنب الإصابة بالمرض كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لإعداد تصور بوقف مكافآة مسؤولية الحكومة في الشركات التي تمتلك الحكومة أسهما فيها بصفة مؤقتة أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمعرض البحرين الدولي للعقارات بايبيكس إذ يعد معرض البحرين الدولي للعقارات تظاهرة وتجمعا سنويا لكبريات الشركات البحرينية العاملة في قطاع التطوير العقاري وذلك لتقديم وطرح أحدث ما لديها من مشاريع على المستثمرين والزوار كما يجمع المعرض المهنيين والخبراء العقاريين ليتسنى لهم التفاعل وتبادل المعارف واستثمار الخبرات والموارد من جانب آخر فقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بفوز مملكة البحرين بمنصب نائب رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة خلال أعمال الدورة الثامنة وثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة وشدد سمو رئيس الوزراء على أن مملكة البحرين تدعم مجمل برامج وخطط منظمة اليونسكو المتعلقة بتطوير التعليم وخاصة التركيز على توفير التعليم المتكافئ للجميع ودمج تكنولوجيا للمعلومات والاتصال في عمل المؤسسات التعليمية وتعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان والتعايش والاعتدال ونبذ العنف وتحقيق مبدأ العيش بسلام ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمزيد من التسهيلات للمستثمرين المحليين إذ أكد سموه بأن ذلك هو تأكيد للنهج الحر في فتح آفاق الاستثمار الحر في المملكة وبما يشجع للمزيد من الاستثمار والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البحرين عبر إقرار العديد من التشريعات التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات وفق المجلس على مذكرة بشأن التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل وتسير الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير بالموانئ والمنافذ الجمرقية اطلع المجلس على مذكرة بشأن التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن أهداف مهام معهد الأليانز فرانسيس في مملكة البحرين وتمت حالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حيث تهدف المذكرة إلى الإسهام في نشر تعليم اللغة الفرنسية وآدابها في مدارس مملكة البحرين وتشجيع على تسهيل الزيارات المتبادلة للعلماء والباحثين والطلاب من كلا البلدين إضافة إلى تقديم المنح الدراسية للمواطنين البحرينيين ذوي المؤهلات المناسبة للدراسة في الجمهورية الفرنسية أخذ المجلس علما حول عدد من الاقتراحات برغبة ذات الصلة بالسلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وقد عقد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة أكد فيه أن الحكومة تتبع منهجية واضحة تتسم بالحزم والشمولية في التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وأن العمل جار لدراسة الملاحظات وتصنيفها لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها إداريا وقانونيا وأشار الوزير إلى أن المحاسبة موجودة في الحكومة على جميع المستويات وفيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار سعادة الوزير إلى أن التقرير عزز المكاشفة والشفافية والمسؤولية وأن مملكة البحرين رائدة في هذا المجال وفيما يتعلق بإجراءات مملكة البحرين للتصدي لمرض الكوليرا أكد الوزير أن التطعيمات للوقاية من الكوليرا موجودة ولكنها لن تحد من انتشار المرض إنما الوقاية مطلوبة من خلال تجنب شرب المياه غير المعقمة والمعلبة وتجنب الأطعمة غير المطبوخة والنظافة الشخصية وقد تحدث الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المستشفيات عن إجراءات المملكة للتصدي لمرض الكوليرا رغم تأكيده أنه في حال تسجيل حالات مصابة بالكوليرا في البحرين فإنه لا توجد العوامل المساعدة لاستمرار انتقال المرض وانتشاره في المملكة وبين المانع أنه من أبرز إجراءات وزارة الصحة لمكافحة الوباء متمثلة في وضع خطة استراتيجية لمجابهة الكوليرا مع ذوي الاختصاص وتوفير كافة مستلزمات الفحص والعلاج بجميع المراكز الصحية والمستشفيات والتواصل مع المعنيين بمنظمة الصحة العالمية بخصوص وضع إجراءات المملكة إضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك مع المسؤولين بالمنافذ ومنع دخول الأغذية والسوائل من العراق خلال هذه الفترة كما تم إصدار التعليمات اللازمة للمسافرين المغادرين بشأن الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بالكوليرا وانتشارها كما قام سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر هذا وسيعرض تلفزيون البحرين تسجيلا كاملا لوقائع المؤتمر الصحفي بعد هذه النشرة مباشرة اشتركوا في القناة